موسيقى مجزونا لأهم الأخبار أهلا بكم معربة وزير الخارجية الإيراني محمد جوادريف عن أمله في أن تعمل الرياض على تهيئة أجواء التعاون وفق ما يمليه حسن الجوار وخلال مؤتمر صحفي مع نظرته الكرواتية في طهران فاضريف وجود مشاكل بين إيران والسعودية وقال إن على البلدين توصل إلى حلول لقضايا المنطقة مؤكد استعداد بلاده لحل مختلف الملفات وضاف أن دعوته مفتوحة لنظيره السعودي لزيارة طهران أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد أن العدوان الإسرائيلي في القنيترى اعتداء مباشر على حزب الله لكنه لن ينجح في تحقيق أهدافه وخلال كلمته في ذكرى أسبوع شهيد جهاد مغنية الذي استشهد في العدوان قال شيخ قاسم أن العدوان كشف عن التنسيق الإسرائيلي الأمريكي التكفيري كمشروع واحد مشيرا إلى أن سيد حسن نصر الله سيعلن الموقف الرسمي للحزب الجمعة المقبل نفذ الجيش السوري كمينا محكما ضد مجموعة من جفة النصر بمحاذاة طريق السويداء دمشق وأسفر الكمين عن مقتل ثلاثين مسلحا وإصابة العشرات وأسر آخرين وقد فجر الجيش السوري عبوتين ناسفتين خلال هذا الكمين وأسرت قوات الجيش عددا من المسلحين الذين حاولوا الفرار بعد العملية حررت القوات العراقية محافظة ديالا بشكل كامل بعد تطهيرها منطقة منصورية الجبل وأكدت مصادر محلية أن المحافظة أصبحت خالية من داعش وتقوم قوات الأمن بتمشيط المنطقة تمهيدا لعودة الأهالي وكانت أعداد من عناصر قيادة عمليات دجلة والشرطة الاتحادية والحشدة الشعبي قد شنت هجوما على مصورية الجبل آخر معاقل جماعة داعش في المحافظة وأسفر ذلك عن مقتل نحو ثلاثين إرهابيا وتحرير المنطقة بالكامل شددت قوات الأمن المصرية من إجراءاتها في القاهرة والمحافظات الأخرى استعدادا لذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي تصادف هذا اليوم وأغلق ميذر التحرير وسط القاهرة ماما حركة سيارات وسط انتشار لقوات الأمن تحسب الاحتجاجات اندعت إليها جماعة الإخوان المسلمين وتأتي هذه الإجراءات غدا تمقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ برصاص الشرطة أثناء مشاركتها في مسيرة وسط القاهرة في ذكرى ثورة يناير أعلن الموالون لروسيا أنهم شنوا هجوما جديدا على مدينة ماريوبول قتل فيه ثلاثون شخصا وأصيب نحو مئة آخرين الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو تعهد بالانتصار على الموالين لروسيا الذين بدأوا هجوما جديدا على مدينة ماريوبول المرفع الاستراتيجي وآخر مدينة كبيرة شرقية أوكرانيا لا تزال تحت سيطرة سلطات كييف ختم مجز الأخبار إلى اللقاء مغنية الذي استشهد في العدوان قال شيخ قاسم أن العدوان كشف عن التنزيق الإسرائيلي الأمريكي التكفيري كمشروع واحد مشيرا إلى أن سيد حسن نصر الله سيعلن الموقف الرسمي للحزب الجمعة المقبلة نفذ الجيش السوري كمينا محكما ضد مجموعة من جفة النصر بمحاذاة طريق السويداء دمشق وأسفر الكمين عن مقتل ثلاثين مسلحا وإصابة العشرات وأسر آخرين وقد فجر الجيش السوري عبوتين ناسفتين خلال هذا الكمين وأسرت قوات الجيش عددا من المسلحين الذين حاولوا الفرار بعد العملية حررت القوات العراقية محافظة ديالة بشكل كامل بعد تطهيرها منطقة منصورية الجبل وأكدت مصادر محلية أن المحافظة أصبحت خالية من داعش وتقوم قوات الأمن بتمشيط المنطقة تمهيدا لعودة الأهالي وكانت أعداد من عناصر قيادة عمليات دجلة والشرطة الاتحادية والحشدة الشعبي قد شنت هجوما على منصورية الجبل آخر معاقل جماعة داعش في المحافظة وأسفر ذلك عن مقتل نحو ثلاثين إرهابيا وتحرير المنطقة بالكامل شددت قوات الأمن المصرية من إجراءاتها في القاهرة والمحافظات الأخرى استعدادا لذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير